الوقت التي ذكرت بأن زوجها موظف لكنه قد يحتاج نسان يحتاج إلى أموال عنده صديقه يريد أن يقترض منه صديقه لا يقرضه قرض حسنا إنما يبيعه الدولار بالدين بثمن معد سلفا مثلا بيش الميد دولار 150 بالعراقي يقول بيع الكياب 160, 170, 180 لكن بالمؤجل هذا ربا بيع العمل النقدية يشترط له أن يكون يدا بيد أما بيع العمل النقدية بالدين حرام حرام قطعا تقول لك الدولار وتجيب ليها بعدين بالسعر الذين اتفقوا عليه سلفا حرام هذا ربا غاية ما هناك تنطي الدولار تقول لك ترجع ليها بوقتها ترجع ليها 100 دولار لو ترجع ليها 100 دولار لو ترجع ليها عراقي لكن بسعر يوم اللي رجع شوفه بيش جوز يزيد جوز ينقص ما دري ترجع ليها بسعر يوم اللي رجع لكن أنت تتفق معه على سعر وفيه ربح سلفا هذا ربا طيب ما هي الطريقة البديلة الطريقة البديلة أن يشتري لكم سلعة ويبيعها لكم وانتو روح بيعوها للسلعة الآن الناس كارتات الكارت لأنه سهل بيعة سهل ليس مثل سلعة جوز الدليل بها وما هتشتريها منك أمو كان ما ينطيكم المئة دولار ويأخذها منكم 180 ألف خلي يشتري لكم كارتات بمئة دولار وبيع هلكم بمئة وثمانين هذه الحالة هو ما نطيكم مفلوسا نطيكم كارتات أشبه ما تكون بالسلعة وأنتم ستعطونه قيمتها فهنا بيع وشراء ليس قرضا وليس بيع عملة إنما بيع بضاعة أو ما يشبه بالبضاعة يعني خذبة اتصالات ففي هذه الحالة جائز أن يعطيكم سلعة أو أن يعطيكم كارتات نعم لكن أن يعطيكم دولار ويأخذ منكم دينار بسعر متفق عليه سلفا هذا ربا افتح باب الاتصالات أخي المخرج يعني تهت الأسئلة فالفرق بين القرض والبيع في الحالة الأولى قرض قرض جرما انفعه أو ببيع عملة لا يجوز إذا اتحد الجنسان فلا تبيعوا إلا مثلا بمثل إنهاء بهاء يعني قبض بالتسليم فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف ما شئتم هنا اختلف الجنسان صارت كارتات مقابل الفلوس أو سلع مقابل الفلوس يجوز بها الآجل ويجوز بها الربح وليس في ذلك مشكلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر